شوف انتي بصي على الكلمات اللي على التكتك الحكمة هتلاقي اغلب الاغاني بتاخد من دي اللي هي الحس الشعبي بس اتخده ناحياتك يعني زي ما ييجي عبدالحليم حافظ كان بيغني في الكلور زي ما قلنا من شوية او يغني شعبيات هل بيغني شعبيات زي محمد طهر او زي محمد رشدي لا بياخدها ناحياته وده اللي عمله عمر وده اللي بيعمله ناس تقول هنا انه عمر امتداد للفنان الكبير عبدالحليم حافظ في زكاءه وفي تجدده دائم مع الفن ما خدش منه انه هو بيقلده ولكن المنهج صحيح منهج التجدد ان انت تتجدد انك انت في كل اللحظة وامكرسوم كانت كده وامكرسوم في عز وجود السنباطي والأصابي والشيخ زكريا كويس اشتغلت مع بريق حمدي وكان عمر 28 سنة فلازم وشعرت مع عبدالحليم حمد لشعر كبير قوي كان عمره يمكن 26 سنة خلت منهم حب ايه فانت لازم يبقى عندك القدرة على انك انت تعايش الزمن وتعرف ايه الجملة الكلمة الجديدة يعني المكرسوم لما تقول حب ايه اللي انت جاي تقول عليه انت عارف قبل معنى الحب ايه ده كلام بالنسبة لامكرسوم يعتبر وكأناب بتتحرك 180 درجة عن امكرسوم اللي قالت عزة جمالك فين من غير زليل يهوى مثلا وها كذا يعني لازم تعرف انه التعبير على الحب بتغير والغنوة الحلوة بتتغير والنغمة اللي انت ممكن تحبها من 30 سنة لازم تتغير النهاردة وها كذا ميزة عمره حتى شوفي لما ميزة عمره وميزة منيره انه هم الحتة دي عندهم لما بيجي منير يغني غنوة قديمة والناس بتطلبها منه كثير في الحفلات اه لنجاة او غير نجاة برضو بيغنيها بطريقته يعني البحشة البحر دي ما هياش نجاة هي طبعا دي الحين هاني شنودة تلوانت ابن الحين منصور انما ما بياخدش اداء نجاة لا بياخد اداء وهو ولو بنتكلم على هاني شنودة على وجه التحديد فهو من المكتشفين عمره دياب ومحمد منير طبعا